رعى وزير الاتصال الحكومية دكتور مهند لمبيدين في رحاب الجامعة الألمانية حفل اطلاق برنامج التسويق الرقمي كبرنامج مشترك بين كلية العمال وكلية الإنسانيات التطبيقية لأضافة إلى مجموعة مميزة من البرامج التي تم استهدفها مؤخرا في الجامعة الألمانية الأردنية وذلك لاحتياجات سوق العمل الأردني والألماني بأدف تخريج قادة قادرين على فهم استراتيجيات وسياسات التسويق الرقمي بالإضافة إلى قدرتهم على تحليل البيانات التسويقية وكتابة المحتوى وفهم طبيعة وسلوك المستهلك من خلال إطلاق برنامج باكالوريوس التسويق الرقمي اليوم في الجامعة الألمانية الأردنية وفي طرح برنامج التسويق الرقمي وهو برنامج باكالوريوس جديد يركز على التداخل بين العلوم الإنسانية واللغات والمتسويق هذا أمر مهم جدا التداخل بين المعارف وفي بناء المعرفة العلمية الخاصة بهذا البرنامج هو برنامج جديد إن شاء الله يكون مساعد لخلق فرص جديدة للتعليم التطبيقي في جامعة الألمانية الأردنية لأنها في الأصل جامعة تطبيقية طبعا إحنا بالجامعة الألمانية الأردنية مهتمين جدا باستحداث برامج جديدة وقررنا إنه نتجب نحو التسويق الرقمي هو تخصص في باكالوريوس متميز تم تصميمه بحيث يخدم الطلاب وتهيئتهم لأنه يكونوا خرجين عالميين بين كليتين تتشارك في كلية الأعمال وكلية الإنسانيات التطبيقية بحيث أنه خرج هذا التخصص بالإضافة إلى المهارات التي سيتعلمها في تخصصه سيكون لديه مهارات رقمية ومهارات لغوية